طيب خلينا نروح لكابتن عمر ممدوح مدير جهاز الغطس والصباحة التوقعية بالنادي الأهلي أهلا بك يا كابتن عمر يا كابتن عيسا مزا حضرتك وحشني جدا يا كابتن عمر والله وحضرتك أكثر والله أتعيد لما بات مع سؤوتك وباتخل معك كده في مدخلات يا كابتن ده احنا اللي بنبقى سعداء وبتنور بيتك وشاشة قرارات النادي الأهلي كابتن عمر ألف مبروك على هذا الإنجاز كلمني عن الإنجاز ده المنافسات الأبرز المنافسين يعني ليه الإنجاز ده نعتبره من أحد إنجازات هذا الموسم والله الحمد لله في الأول طبعا يعني احنا أنا عايز أقول بس أن البنات أنا معرفته همش يعني هم أنا بشوفهم طبعا بالكلور والمية وهم متشايكين أوي هنبهرك يا كابتن عمر هنبهرك اي 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 طب والله إحنا المنافسة السنة دي تحديدا كانت صعوبتها في تغيير القوانين اللي احنا نشغالين بيها بقالنا موسم زي ما كابتن إنجي وكابتن نصر قالوا القانون الجديد غير حاجات كثير جدا في معطلات اللعبة خلى لازم يبقى فيه تناصف وهارموني كبير جدا ما بين البنات علشان الدرجات اللي بتتحط أو درجات الصعوبات اللي بتتحط لازم البنات تعملها إما هيخدوا سفر على الحرف فده طبعا زود المنافسة جديرة جدا ما بين الأندية احنا البطولة دي فيها تسع أندية شاركوا منها طبعا أندية السيد واليوفرس والجزيرة الأندية العريفة في اللعبة ومعاهم طبعا نادي الزهور ومعاهم نادي الزمالك ومعاهم نادي سموحة والأندية الخاصة طبعا نيو جيزة وصادق وبالمهيل وكلهم شغالين على نفسهم وشغالين على البنات ده اللي بيزود المستوى الفني لللعبة بواجه عامل بيفيد المنتخبات طبعا طب كابتن يمكن برضو العمومي يعني احنا عندنا مجموعة من اللاعبات بلعبوا في العمومي وكانوا بلعبوا عمومي من فترة يعني طيب احنا واسمعنا من كابتن يسرى نساسة النادي الأهلي هو الاكتفاء ببنات النادي الأهلي طب المستقبل يا كابتن هل عندنا يعني نتطمن ان احنا عندنا جيل او اجيال تانية طالعة والله بص يا كابتن ايسم البنات اللي كانوا مع حضرتك والبنات اللي موجودين دول بنات جدعان جدا البنات دي بتقعد بتتمرن في كل الظروف اللي حداك تتخيلها ما حر برد نطر يعني بيعودوا في المياه يعني انا باجي وبروح وهم لسه عادين في المياه بيعودوا يعني ساعات كبيرة جدا في المياه بيفزلوا مجهود كبير جدا بيفزلوا مجهود بدني عندهم تمرين مدرب فتنس عندهم مدرب جنباز ارضي علشان الحركات طبعا السباحة والبليه كابتن يسرى وكابتن اينجي متوليينه نقلل في الياء والله نخفى لدور كابتن لميا اللي هي اللي بنقول عليها المستشار الفني أو الاتشاري بتاعنا اللي بتساعدنا حاجات كتير جدا في الناحية الفنية وهم يعني البنات قاموا بدور كبير جدا 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 من الناحية الفنية ان هم يساعدوا المدربات ان هم لوصلوا للمستوى ده وان احنا من خلالهم نحقق للنادي بطولة مهمة زيدي طب كابتن عندك ايه في السباحة التوقعية جاي يعني ايه ابرز المنافسات اللي جاية عندك الفترة اللي جاية كابتن احنا عندنا كمان اسبوع تقريبا يوم تمانية وتسعة مارس بطولة 15 سنة دي بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا علشان نكسب كاس الناشئات وندخلوا النادي وده ان شاء الله يبقى اول مرة يدخل النادي احنا الحمد لله بطولة 19 سنة قابلنا فيها بلعا حسن عندنا بطولة 15 وبطولة 12 سنة بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله متوفقين فيها يا كابتن وبإذن الله نبركلك على مجهودك ومجهود اللاعبات والمدربين وان شاء الله بإذن الله من توفير توفيرها يا كابتن عمر وانا اللي بشخرك جدا يا كابتن هيسم يعني البنات دول يستحملونا كتير جدا عادناهم مع مينت الكوتش علشان يزبط الاي استرس هم بيتعرضوله بنشكر طبعا أولياء الأمور جدا ان هم كانوا بيجيبوا البنات وحرسين جدا على ان هم يخلوهم منتزمين في التمرين انا اللي بشكرك يا كابتن هيسم وبشكر البنات الشكر ليكو يا ابطال كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغص والسباحة التوقعية بن نادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا كان معانا عبر الهاتف اشتركوا في القناة